الثمينة صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جونتش موجزو الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم أدى الرئيس عبدالفتاح السيسي صلاة عيد الفطر المبارك في المركز الثقافي الإسلامي بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور لفيف من كبار رجال الدولة وعلماء الأزهر وحرص الرئيس السيسي على وقوف عدد من أبناء الشهداء بجانبه وأدائهم صلاة عيد الفطر معه وعقب أداء صلاة عيد الفطر المبارك ألقى خطيب المسجد خطبة العيد حيث أكد فيها أهمية الاستمرار في الطاعة والعبادة والمداومة عليهم وضع الله أن يجعل عيد سرور وفرح على الكون كله والإنسانية جمعاء وعلى مصر أقادتها وعلمائها وعلى زعيم أمتنا وقائد نهضتنا سائلا المولى عز وجل أن يوفقه الله بتوفيقه ويؤيده بتأييده وأن يكون له نصيرا تبادل رئيس عبد الفتاح السيسي التهنئة مع عدد من ملوك ورؤساء الدول العربية والإسلامية بمناسبة عيد الفطر المبارك داعينا الله أن يعيد هذه المناسبة على الأمتين العربية والإسلامية بالخير والبركات كما بعث الرئيس السيسي ببرقية تهنئة إلى الجاليات المصرية المسلمة في الخارج نقلتها سفاراتنا وقنصلياتنا حول العالم بمناسبة عيد الفتر المبارك كما طلق الرئيس السيسي ببرقية تهنئة بحلول العيد من كبار رجال الدولة عربوا فيها عن أصدق تهانيهم لسيادته وأطيب تمنياتهم لمصرنا الغالية بالمزيد من الرقي والرخاء وصل جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفه العنيف على مناطق متفرقة بقطاع غزة وأوضحت مصادر فلسطينية أن قصفا مدفعيا استهدف منزلا بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة أسفر عن استشهاد 14 من الأطفال والنساء كما استهدفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مناطق برفح ومنزلا شرق مخيم جباليا شمال القطاع ما أسفر عن شهداء ومصابين من جانبها أعلنت فصائل فلسطينية أنها قصفت حشودا لقوات إسرائيلية جنوب غرب مدينة غزة بقذائف الهون قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إن مجاعة واسعة النطاق في غزة ستؤدي إلى صراع طويل الأمد وأكد وزير الدفاع الأمريكي ضرورة بذل كل ما في وسعنا لتشجيع الإسرائيليين على توفير المساعدات الإنسانية لغزة أكدت رئيسة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية سامانتا باور أن المساعدات الإنسانية لغزة زادت بشكل كبير في الأيام القليلة الماضية وأضفت سامانتا باور خلال جلسة للجنة الفرعية للمخصصات بمجلس الشيوخ الأمريكي أنه ينبغي الحفاظ على المستوى الذي تحقق وزيادة المساعدات بشكل أكبر مشيرة إلى أن هناك تحولا ملحوظا ونأمل أن يستمر ويتوسع وأشارت رئيسة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية إلى أنه لا بد من إدخال ما يزيد على 500 شاحنة يوميا حيث لدينا ظروف شبيهة بالمجاعة في غزة أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أن نهج رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيمين نتنياهو فيما يتعلق بالحرب في غزة خطأ موجها المزيد من الانتقادات لطريقة تعامل إسرائيل مع الصراع وكان البيت الأبيض قد قال الأسبوع الماضي أن الرئيس هدد في اتصال هاتفي مع نتنياهو بجعل الدعم الأمريكي للهجوم الإسرائيلي مشروط باتخاذ خطوات ملموسة لحماية موظفي الإغاثة والمدنيين وجاء هذا الاتصال في أعقاب غارة جوية إسرائيلية أسفرت عن مقتل سبعة من العاملين لدى مؤسسة سانترال وولد كيتشن الإغاثية تبادل جيش الاحتلال الإسرائيلي وحزب الله اللبناني قصفا عنيفا على طول الحدود بين إسرائيل ولبنان وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه قصف عدة نقاط مراقبة وبناء تحتية لحزب الله في جنوب لبنان وكذلك استهداف بنية تحتية عسكرية في الأراضي السورية كان يستخدمها حزب الله من جانبه أعلن حزب الله استهداف ثكنت زبدين في مزارع الشبع اللبنانية المحتلة بالقذائف المدفعية وكذلك استهداف ثكنت دوفيف ما أدى لسقوط جنود إسرائيليين بين قتيل وجريح أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أنها دمرت صاروخا باليستيا مضادا للسفن أطلقت قوات الحوثي في اليمن فوق خليج عدن وأكدت القيادة المركزية الأمريكية أن الصاروخ الباليستي كان يستهدف سفينة يورك تاون والمملكة للولايات المتحدة وترفع العلم الأمريكي وترافقها سفينة حربية أمريكية هذا أشددت القيادة المركزية الأمريكية التزامها باتخاذ هذه الإجراءات لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية محمية وأكثر أمنا للسفن الأمريكية والتحالف والسفن التجارية أكد الكريملين أن أوكرانيا شنت هجوما على محطة زابوريجيا النووية لليوم الثالث بطائرة مسيرة لكن المخابرات العسكرية الأوكرانية نفت طوارد كياب في الهجوم مؤكدا إنها خطيرة للغاية مع احتمال وقوع عواقب وخيمة هذا وأوضحت المخابرات العسكرية الأوكرانية أن كياب لا تشن هجمات على المرافق النووية وقال المتحدث باسم المخابرات العسكرية الأوكرانية أندري يوسوف إن موقف أوكرانيا واضح تماما ولن نرتكب أي أعمال عسكرية أو استفزازية ضد المرافق النووية تغلب فريق بيرميدز على مضيفه فريق الجونة بربعية نظيفة على ملعب خالد بشارة في لقاء مؤجل من الجولة الثامنة للدور الممتاز وبهذه النتيجة يصل بيرميدز لصدارة ترتيب مسابقة الدور الممتاز بشكل مؤقت برسيد 29 نقطة بفارق نقطة واحدة عن فريق إمبي صاحب المركز الثاني برسيد 28 نقطة بينما تجمد الرسيد الجونة عند النقطة الثانية والعشرين في المركز السابع انتهى موجز الثامنة وعودة لاستكمال باقي فقرات برنامج صباح الخير يا مصر بعد الفاصل